على سعيد آخر طبعا فترة اختبارات قطاعات الناشئين مستمرة في هذه الفترة وفترة مهمة وأكدنا في أخطر من حالة خلال الأيام السابقة موعيد اختبارات قطاعات الناشئين في النادي الآلي وفرصة تضم عدد كبير جدا من البرعم والناشئين في الفترة القادمة النادي الآلي بيفتح أبوابه في صف كل سنة لإجراء الاختبارات لكل البرعم وقلول القطاعات الناشئين في الجمهورية أي واحد شايف نفسه موهبة الكرة يقدر يلعب كرة قدم موجود داخل النادي الآلي خلال الفترة القادمة فالآلي بيدي الفرصة وبيدي وقت مناسب لكل اللاعبين الصغار وكل البراعم في الفترة القادمة عشان يخوضوا اختبارات النادي الآلي ويكون لما لا بإذن الله نجم من نجوم صفوف قطاع الناشئين أو حتى صفوف الفريق الأول في هذا الشأن الكابتن فتح مبروك قال أنه لأول مرة فيه نظام جديد ومتميز بيطبق في اختبارات الناشئين في النادي الآلي وقال هذا النظام عبارة عن تقسيم المراحل السنية المختلفة على أيام محددة كان في السابق كنت بتحدد على مدار اليوم الاختبارات مثلا من الساعة 9 الصبح أو 8 الصبح لغاية الساعة 4 أو 5 في نهاية اليوم في مساء اليوم فبالتالي كل المراحل السنية بتيجوا فيه أكتر من ملعب بيتم فيها إجراء الاختبارات للمراحل السنية المختلفة في الفترة السابقة لكن المرازي الكابتن فتح مبروك وقطاع الناشئين فكر أنه يحدد أيام لكل مرحلة السنية يعني مثلا 2004-2005-2006 اختباراتهم مثلا سبت حد واثنين ده على سبيل المثال فبالتالي حدد الأيام الزمنية للموليد السنية اللي هتيجي تختبر فيه الفترة حلايا عشان يكون فيه تركيز من المدربين للمرحلة السنية دي ويقدر يعمل أكتر من تصفية عشان ينطقي أفضل العناصر اللي تكون موجودة في قطاع الناشئين خلال الفترة القادمة بالإضافة لده برضو الفكرة دي سهمت في تقليل حدة الزحام الشديد اللي كان بيقع موجود بسبب موجود أولياء الأمور أو عدد كبير جدا من ناشئين في اختبارات النادي الآلي فبالتالي تأسيم الموليد على أيام الأسبوع ده قدى مساحة وقت أنك تشوف أكبر كم من اللعبة تديهم فرصة جيدة أنك تتفرج عليهم وتقيمهم بشكل كويس وفي نفس الوقت ما يكونش فيه زحام سواء في عدد أولياء الأمور أو عدد ناشئين اللي بيجروا اختبارات في النادي الآلي الاختبارات هذا العام بتتم على ملاعب النجيل الصناعي وهو ما يساعد الناشئين المتقدمين على إبراز مهارتهم باللعب بشكل أفضل خلال هذه الاختبارات أشارك كابتن فتح مبروك أيضا أن المدربين المشرفين على الاختبارات يتابعون الناشئين المشاركين بتركيز كبير جدا لاقتناص المواهب المتميزة وبيشاهدهم أكتر من مرة وبيكون فيه أكتر من عنصر بيتم فيه التصفية عشان تختار في النهاية العنصر اللي هو يعتبر جيد للاختبارات خلال الفترة القادمة طبعا زي ما قلتلكوا تحديد المواعيد الاختبارات جدل إن شاء الله الأربعاء هتستأنف لموليد 2008-2009-2010 وهتستمر خلال يومي الخميس والسب مع يوم الأربع بكرة إن شاء الله أما أيام الحد والاتنين والثلات من الإسبوع القادم الموافق 21-22-23 من شهر يوليو ألجاري هيكون فيها اختبارات لموليد 2003-2004-2005 أما موليد 2002 تحدد لها يوم الأربع والخميس من نهاية الإسبوع القادم الموافق 24-25 من شهر يوليو ألجاري الاستمارة بتتباع قدام بوابات النازل أهلي في مدينة تناص سعر الاستمارة 50 جنيه